هذه الجريمة تعكس مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية بيوت سويت بالأرض وجثث انتشلت من تحت الأنقاض بفعل الباليستين الذي استادف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي الواقع في منطقة العمود بمديرية الجوبة جنوب مأرب 13 شهيدا قضوا في القصف الهمجي الحوثي حيث جرى انتشال جثث سبعة منهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة في مقابل إصابة آخرين بينهم اثنان حالتهم خطرة هذا منزل الشيخ عبداللطيف الامران أحد مشايخ قبيلة مراد كما تلاحظون لا زال بحث جاري للجثث التي تحت الأنقاض جراء القصف الصاروخي لمنطقة آمنة منزل أشكره للعوائل والأطفال مصادر حقوقية أكدت أن الوحشية الحوثية بحق أبناء المناطق الجنوبية لمحافظة مأرب تهدف إلى تهجيرهم من قرهم ومساكنهم حيث أدى القصف الباليستي وبعشرات قذائف الهون والكتيوشة على منطقتين العمود والجرش في الجوبة إلى نزوح خمسمائة أسرى ضمن عشرة آلاف عائلة لجأت خلال أكتوبر الجاري إلى محافظة مأرب هربا من نيران الحوثيين وحقديهم الدفين على المدنيين الهدف من ذلك هي ما تقوم بميليشيات الحوثي أن تنزح المواطنين الساكنين في هذه الأمواق الأمنة إضافة إلى جرائمها السابقة التي نزحت حوالي عشر ألف إسرى إضافة هذا العدد إلى ثلاثمائة شهيد مدنيين راحوا جراء استدافة ميليشيات الحوثي للأماكنهم الأمنة أبناؤنا ليسوا أغلى من أبناء اليمن ومنازلنا ليست أغلى من منازل بقية أبناء الوطن بهذه الكلمات أكد الشيخ عبداللطيف القبلي طبيعة المعركة مع ميليشي الحوثي وأن التضحية والثبات هو مصير كل يمني حر حتى خلاص الوطن من مشروع الموت وأداة إيران التخريبية في اليمن الهجوم على منزل الشيخ القبلي يأتي في سياق هجمات مشابهة استهدفت منازل قيادات عسكرية وقبلية كما حدث مع محافظ مأرب سلطان العرادة التي استهدفت الميليشيا المدعومة من إيران منزله الواقع في مديرية الوادي بصاروخين باليستيين نهاية سبتمبر الماضي قبل أن تستهدف منزل رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز في حي الروض السكني بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال سننضي واثقين بالله أننا سننتصر على هذا المشروع هذا أهد لأبناء اليمن أننا لن نحكم بإذن الله إلا بثورة سبتمبر ومبادئها مع كل هجمة إرهابية حوثية ظهرت القيادات العسكرية والاجتماعية والزعامات القبلية في مأرب من فوق أنقاض المنازل المدمرة شامخة شموخ جبال البلق مؤكدين أن إجرام الحوثيين لن يزيدهم إلا إصرارا وعزيما على الثبات في وجوههم حتى رد كيدهم إلى نحورهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر